المسألة الثلاثة المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتوحيد الألوهية لأن الله سبحانه وتعالى لا نبي ولا والي ولا جنة ولا صالح ولا ملك المسألة الثالثة لابد من تحقيق البراءة من الشرك وأهل نبرأ من الشرك وأهل نتميز المسلم عن المشرك بالاعتقاد بالقلب وباللسان وبالجوارح بالقلب اقرار واعتراف أنما كل ما علي الكفار كفر وضلال باللسان يصرح باللسان يقول وما أنا من المشركين بالجوارح لا يشارك الكفار في عيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم تار أمغو پرطانگر ماددهم أمغو پرطانگر ماددهم تار أمغو پرطانگر ماددهم في عيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في لباسهم حتى تظننا هذا واحد من المشركين منصباتي كنو كارجو كرومي ندعوهم إلى الله نحب لهم الخير ونخاف عليهم من النار لأنهم لو ماتوا على هذا ولمدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم نتعامل معا في البيع الشراء والله أعلم أمغو تطبيع الشراء والله أضعي لأنهم كرون أشوه بيضة نحن شكرا